السؤال الأول ضع وأنجز سأبدأ بعملية الجمع سوف أكتب الحد الأول 4137 تحتها 958 900 هذه المئات سأبدأ بوحدة 8 15 900 سوف أجمع 7 زائد 8 15 5 زائد 3 و 1 9 9 زائد 2 11 أحتفظ وهنا 5 نمر للعملية الثانية وهي عملية طرح 7000 و 24 ناقص 716 4 ناقص 6 لا يمكن أضع الاحتفاظ وأنزله 14 ناقص 6 8 2 ناقص 2 0 0 ناقص 7 لا يمكن أضع الاحتفاظ وأنزله 10 ناقص 7 3 وهنا 7 ناقص 1 6 أمر لعملية الضرب ضرب عدد في عدد يتكون من رقمين 30 ناقص 3 و 6 في البداية سوف أضرب رقم العامل الأول في 3 يعني كأن 6 غير موجودة سوف أضرب 3 في 5 في 4 وفي 2 30 ناقص 3 في 5 وفي 1 ثلاثة سوف أضرب 3 في 5 وفي 1 ثلاثة سوف أضرب 3 5 ثلاثة سوف أضرب 14 وفي 1 ثلاثة سوف أخفي هذا السفر وأقول 6 في 3 18 إذن هنا عندي 18 مع هذا الصفر 180 وهنا عندي 200 إذن سأقاري 200 مع 180 هذا هو الأكبر الرمز مفتوح في اتجاه العدد الأكبر هنا عندي 7000 وهنا 7000 وهنا 5 وحدات وهنا 5 عشرات إذن الوحدات هي الأصغر سوف أضع الرمز هكذا يعني هذه النقطة في اتجاه العدد الأصغر هو الفتحة في اتجاه الأكبر 439 مضروبة في عشرة سوف أكتب 439 مع هذا الصفر انظروا إلى هذا العدد أربعة أربعة آلاف أربعة آلاف 300 لكن الاختلاف يبدو على مستوى العشرات تسع عشرات أكبر من صفر عشرات أكبر كالكول سنبوزي يعني سأنجز عمليات على السطر دون أن أضع العمليات عمودية بوجود هذه الأصفار يسهل الأمر سوف أخفي الصفرين عندي 32 في واحد هي 32 وأكتب الصفرين يصبح عندي 3200 70 مضروبة في 30 سوف أخفي هذه الأصفار كأنها غير موجودة إذا أخفيت الأصفار فأنا عندي 7 في 3 واحد وعشرون مع الصفرين 2000 ومئة هنا 6 في أربعة أربعة وعشرون مع الصفرين واحد 200 واربعون السؤال الرابع أكتب العدد أو الوحدة المناسبة هنا عندي قياس الأطوال سوف نضع جدول قياس الأطوال دائما نضع سبعة خانات خانة التي في الوسط هي الوحدة الأساسية عندي هنا ثلاث خانات على اليمين هي الأجزاء وثلاث خانات على اليسار هي المضاعفات إذن هنا الدسيمتر سنتيمتر المينيمتر الدكامتر الهكتومتر والكيلومتر أضع هذه القياسات في الجدول 32 مترا إذن 2 في المتر هذا هو الأساس إذا وضعت رقم الوحدات في مكانه الصحيح فالتحويل حتما صحيح ثم 3 هنا أريد الكل بالسنتيمتر أنا سأذهب إلى هذه الخانة سفران إذن سأكتب 3200 القياس الثاني 9 كيلومتر و 2 ديكامتر الكتابة التي على هذا الشكل 902 رقم وحداتها في الدكامتر إذن هذا هو الدكامتر لكن إذا أردت أن أحول إلى المتر فأنا يجب أن أصل إلى هنا ويصبح العدد 9020 القياس الثالث 26 هكتومتر إذن 6 في الهكتومتر أولا ثم أكتب 2 9 في المتر بقية هذه الخانة فارغة حتما يجب أن أضع فيها صفرا بعد ذلك سأبحث عن الوحدة المطلوبة هي المتر المتر هنا في يعني حيث كتبت 9 إذن القياس هو الفاني إذن العدد هو الفاني وستمائة وتسعة كيسون 5 المتساويات قسمة شرطها الأساسي أن يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه يعني الباقي يجب أن يكون أصغر من خمسة إذن 37 هي ذلك المقسوم وخمسة المقسوم عليه يعني سأبحث عن مضاعفات خمسة أو أبحثوا في جدول ضرب خمسة لن أبدأ من البداية سوف أقول مثلا خمسة في خمسة خمسة وعشرون خمسة في ستة ثلاثون خمسة في سبعة خمسة وثلاثون خمسة في تمانية أربعون أنا دائما أقترب من سبعة وثلاثين أجد أن سبعة وثلاثين هنا يعني سبعة وثلاثون محصورة بين خمسة وثلاثين واربعون لن أخذ المضاعف الأكبر بل سأخذ الأصغر إذن أنا أحتاج إلى الضرب في سبعة هذا هو الخارج الذي أحتاج خمسة في سبعة إذن خمسة في سبعة خمسة وثلاثون كم أضيف لها للحصول على سبعة وثلاثين أضيف لها اثنان لأن خمسة وثلاثون زائد اثنان سبعة وثلاثون هذا هو الباقي وهذا ما قلته في الفيديو السابق أن الباقي اثنان يجب أن يكون أصغر من خمسة وإلا فلن تكون متساوية قسمة بل تصبح أي متساوية حسابية خمسون تساوي تسعة في عدد ما إذن سأبحثوا في جدوان ضرب تسعة في جدوان ضرب تسعة يعرفوا أن تسعة في ستة أربعة وخمسون لكنها كبيرة إذن تسعة في ستة كبيرة أنزل إلى خمسة تسعة في خمسة خمسة وأربعون خمسة وأربعون كم أضيف لها للحصول على خمسين أضيف فقط خمسة إذن هذا الباقي خمسة أصغر من تسعة إذن الباقي أصغر من المقسوم عليه واحد وثلاثون مقسوم على سبعة مضاعفات سبعة سبعة في واحد في اثنان في ثلاثة إذن إذا وصلت إلى سبعة في أربعة تمانية وعشرون وسبعة في خمسة خمسة وثلاثون إذن في خمسة كبيرة سوف أضع سبعة في أربعة تمانية وعشرون كم أضيف لها للحصول على واحد وثلاثين إذن سوف أضيف ثلاثة ثلاثة الباقي أصغر من المقسوم عليه السبعة هنا هذه الكتابة تعني أن سبعة وعشرين مقسوم على أربعة يعطيني هذا العدد سبعة وعشرون مقسوم على أربعة أبحث في جدول ضرب أربعة سوف نشرح هذه أيضا كالأولى إذن في جدول ضرب أربعة أنا مثلا عندي أربعة في خمسة عشرون أنا ما زلت بعيدة من سبعة وعشرين أجرب ستة أربعة وعشرون أجرب سبعة تمانية وعشرون متى أتوقف؟ عندما أجد أول مضاعف أكبر من سبعة وعشرين هنا أتوقف ولا أخذه وأعتمد الذي قبله يعني المضاعف الذي قبله أربعة في ستة أربعة وعشرون كم أضيف للحصول على سبعة وعشرين سأضيف ثلاثة يعني أربعة وعشرون زائد ثلاثة سبعة وعشرون ومؤكد أن ثلاثة أصغر من أربعة يعني الباقي أصغر من المقسوم عليه خمسة وسبعون مقسوم على تمانية في جدوى الضرب تمانية عندنا تمانية في تسعة اتناني وسبعون أما تمانية في عشر فتمانون إذن سوف أخذ تسعة اتناني وسبعون زائد كم أحصل على خمسة وسبعين سوف أضيف ثلاثة إذن ثلاثة هذه الثلاثة أصغر من المقسوم عليه تمانية إذن هذه متساويات وقسمة سوصن ديزيغاليتي دي فيزيزيون تالكول لكوشيون إجزاكت بويريفي ان فزون ملتيبليكاسيون إذن هنا سنحسب الخارج المضبوط عندما أقول الخارج المضبوط هو الخارج الذي ليس فيه باقي الباقي يساوي السفر وسأتأكد باستعمال عملية الضرب إذن عندما تجدون عملية قسمة بهذا الشكل الخارج المضبوط قولوا عدد مضروب في ثلاثة يساوي إثنى عشر يعني دائما نعود بالعكس باستعمال الضرب الضرب نعرفه نستعمله في القسمة إذن عدد في ثلاثة يساوي إثنى عشر هذا العدد هو أربعة سأتأكد ثلاثة في أربعة إثنى عشر عدد في خمسة يساوي ثلاثون هذا العدد هو ستة وفعلا خمسة في ستة ثلاثون عدد مضروب في ثمانية يعطينا ستة وخمسين هذا العدد هو سبعة وفعلا ثمانية في سبعة ستة وخمسون هنا أيضا عدد مضروب في سبعة يعطينا سبعون هذا العدد ما هو إلا عشرة وفعلا سبعة في عشرة سبعون نمر للمسألة الثماني السابع يملك فلاح حقلا مستطيل الشكل طوله ثلاثون مترا وعرضه إثنى عشر مترا يريد تسييجه بسياج من لفتين ما هو طول السياج الذي يكفيه؟ سنحسب أولا السياج من لفتين واحدة السياج من لفتين واحدة هو المحيط لماذا؟ لأننا على مدى الطول والعرض والطول والعرض مثلا نأخذ هذا المستطيل كمثال مثلا على مدى الطول والعرض والطول والعرض هذا هو السياج إذن السياج بطول هذه الأضلع يعني المحيط إذن سوف نحسبه طول السياج من لفة واحدة الذي هو المحيط نكتبه ثلاثين مترا زائد اثنى عشر مترا الكل مضروف في اثنى يعني القاعدة التي تعرفنا عليها الطول زائد العرض الكل مضروف في اثنى يساوي ثلاثون زائد اثنى عشر اثناني وأربعون يعني أذهب مرحلة بمرحلة أنا فقط أنجزت الجمع بعد ذلك سوف أضرب اثناني وأربعون في اثنان هي أربعة وتمانون مترا بما أنني استعملت المتر في الطول والمتر في العرض فكذلك المحيط المتر الآن سأمر لطول السياج من لفتين إذن عندي اللفة الأولى هي أربعة وتمانون إذن لفتين فأربعة وتمانون سوف تكرر مرتين يعني هذا الضرب في اثنان يعني اللفتين سوف أستعمل عملية الضرب اثنان في أربعة تمانية اثنان في تمانية ستة عشر أنجزت على الصدر لأنها سهلة دون احتفاظ كذلك الوحدة هي المتر التمرين الثامن هو أيضاً عبارة عن مسألة وزعت فاطمة بالتساوي على أبنائها الأربعة ثلاثين قصة وما تبقى أعطته لابنة الجيران واحسب عدد القصص التي سيأخذها كل واحد من أبنائها كم قصة ستأخذ ابنة الجيران هناك بعض المصطلحات تساعدنا في معرفة العملية المناسبة مثلاً هنا لدينا التوزيع بالتساوي سوف نفكر في القسم ماذا سنقسم؟ سنقسم هذا العدد من القصص هذا العدد الكبير من القصص سوف يوزع على الأبناء الأربعة يعني سوف نقسم على أربعة إذن ثلاثون هي المقصوم وأربعة المقصوم عليه يعني على من وزعنا عليه قسمنا على أربعة أبناء هناك ملاحظة أن أربعة لم تكتب بالأرقام بل كتبت بالحروف إذن يجب أن ننتبه إلا أن بعض المعطيات تعطى كتابة حرفية وما تبقى سوف تعطيه لابنة الجيران إذن سوف نكتب المتساوية المميزة للقسمة لدينا ثلاثون عندما أكتب المتساوية هكذا ثلاثون وأضع تساوي وأفتح قوسا وأضع المقصوم عليه أربعة هذا ماذا يعني؟ يعني أن ثلاثون مقصوم على أربعة يساوي ما سأجده هنا وهذا هو الباقي ما سأجده هنا هذا هو الخارج إذن في جدول ضرب أربعة أنا أجرب إلى أن أصل إلى تلاتين بالطبع تلاتون ليست مضاعف لأربعة لكن أنا أقترب أربعة في سبعة تمانية وعشرون وأربعة في تمانية اثنان وثلاثون لن أخذ تمانية لأني تجاوزت تلاتين سوف أعود لسبعة إذن أربعة في سبعة تمانية وعشرون كم أضيف لها للحصول على تلاتين أضيف اثنان إذن هذه السبعة هي الخارج السبعة هو عدد القصص الذي سيأخذه كل واحد إذن هذا هو جواب السؤال الأول عدد القصص التي سيأخذها كل واحد من أبنائها هو سبع قصص من أين أخذت سبعة؟ من الخارج حقا أنا أرى سبعة مرة واحدة مكتوبة في المتساوية مرة واحدة لكن هي في الواقع موجودة أربع مرات لهذه الكتابة تعني أن السبعة مكررة أربع مرات وفعلا فهي مكررة بعدد الأبناء إذن الإبن الأول أخذ سبع قصص الثاني سبع قصص الثالث سبع قصص والربع أيضا نفس العدد سبع قصص بعد ذلك سوف نجد اثنان قصتين متبقيتين سوف تأخذهما ابنة الجيران إذن ابنة الجيران سوف تأخذه قصتين عندما أقول قصتين يعني العدد إثنان والآن أعزائي أنهينا إنجاز هذا الاقتراح اقتراح الفرد الأول من الدورة الثانية المستوى الثالث أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم مع فيديوهات وتواصلكم دائما معي وجددوا طلبي لكم بدعم القناة بالتقطع على جميع الأضرار زر الإعجاب زر الاشتراك تفعيل جرس ومشاركة الفيديوهات مع الأحباب والأصحاب إلى اللقاء ومشاركة الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر